ضمن سلسلة العقوبات المتبادلة نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بأسماء 963 مواطنا أمريكيا ممنوعا من دخول الاتحاد الروسي بشكل دائم تضم القائمة الروسية الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتني بلينكين ومدية وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز بالإضافة لمئات الشخصيات الأخرى قالت وزارة الخارجية الروسية أن هذه العقوبات الروسية المضادة هدفها إجبار السلطات الأمريكية على تغيير سلوكها والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة وفق تعبيرها بعد يوم من إعلان سيطرة على ماريوبل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت شحنة كبيرة من الأسلحة الغربية في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كيف باستخدام صواريخ كاليبر كروز التي تطلق من البحر وزارة السلطات الأمريكية رغم التعهدات بالمقاومة حتى استعادة كافة الأراضي قال رئيس الأوكراني فولدمير زلنسكي إن تحقيق النصر في الحرب ضد روسيا سيكون دمويا ومن الصعب تحقيقه وفق تعبيره سيكون دائما ومن الصعبية سيكون في حربة إنها سيكون في حربة لكنها سيكون في سائل الوصف أماني سيكون في كل مقاومة لأن هناك بعض الأشياء التي أخرج من ستلالة تجمع لا نستطيع لذلك لأننا نريد أن نعود أنت كل شيء وإنها رسائيس الأوكر لا نريد أن شيء لن يطلقى